للوقوف عند انهيار قطاع الكهرباء في العراق وتجدد أزمة المولدات الأهلية ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل أستاذ عبدالقادر مرحبا بكم محافظة الأنبار كما استمعت تضع تسعير جديدة لسعر أمبير الكهرباء تثير غضب واستياء الأهالي في مدينة الرمادي وبمحافظة الأنبار بشكل عام لكن السؤال المطروحون ما هي المبررات لهذا الرفع الآن في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وأيضا تأثر حياتهم في محافظة الأنبار تحديدا سلبا بسبب استمرار انقطاع الكهرباء أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام لأزمة الكهرباء المفتعلة في العراق والتي فيها قد انهارت المنظومة في فصل الشتاء وهو أمر مستغرب له ثلاثة أبعاد البعد الأول هو بعد إيراني واضح تماما قبيل زيارة قاءان الذي يزور العراق حاليا وهي رسالة إلى الذين يريدون أن يشكلون الحكومة الأغلبية الانتخابية بأن إيران ستفشلهم وملف الكهرباء الجاهز في هذا التأليم وأيضا تتواطأ حكومة الكاظمي بهذا الملف مع إيران بعدم تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بمادة المشتقات النفطية لأنها أيضا تريد عملية إحداث فوضى مفتعلة من أجل الضغط على اللاعب الدولي وتحديد المولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق الأموال الإيرانية أو أموال عراقية لإيران بحجة تسديد ديون الكهرباء والغاز التي توقفت من إيران لأن الشعب مستاء وهي أيضا لها بعد آخر لإجبار الشعب بالقبول على بقاء مد الكهرباء من خلال إيران وتجديد التعاقد معها أما الأزمة التي الشق الثالث فيها هو أن الأحزاب المسيطرة على المولدات الأهلية أو على جزء كبير من المولادات الأهلية استغلت هذه القضية وهي متربحة في رفع أسعار الأمبير الواحد على حساب المواطن من أجل أن تتربح أموال كثيرة فهي لم تكتفي بالسرقات التي سرقتها من ميزانيات المحافظات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك إلى أن تفرض سطوتها حتى على المولدات الأهلية وتبتز أصحاب المولدات الأهلية أو أنها تشتري مولدات خاصة لها لترفع أستسعيرتها من أجل حصول على أموال أكثر وبالتالي المتضرر هو الشعب العراقي بكل هذه الإجراءات الحكومية التي أقول أنها مفتعلة بالفعل سيد عبدالقادر إلى أي مدى يتحمل النظام السياسي في العراق هذه المفارقة أن يتحول حق الحصول على الخدمات وخاصة الكهرباء إلى حلم لدى المواطن المحاط بكل هذه الأزمات من المؤكد أن ما يجري هو تتحمل السلطات الحكومية لأن مسألة الكهرباء أزمة سياسية واضحة تماما هي بسبب الفساد المستشري وأيضا بالتواطع من هذه الأعزاب السياسية التي حكمت العراق طوال الثمانية عشر عاما الماضية وتحديدها الحق من حزب الدعوة التي ترأس المالكي من أجل حقيقة الوصول إلى مرحلة ارتماء الكهرباء والخدمات بالحظم الإيراني وبالتالي تكون إيران هي لصاحبة السطو على هذا الملف وتتربح ماليا بطريقة واضحة تماما لذلك القضية تستطيع الوصول إلى حلها يعني لو كانت هناك حكومة لا تبتز المواطنين وبالفعل أنها تريد معالجة الموقف حقيقة عالجة الانهيار الكامل في الكهرباء الآن من خلال حملة كبيرة لتزويد المولدات الأهلية بمشتقات نفطية تشغل هذه المولدات وبالتالي تعيد الكهرباء أو تعيد جزءا كبيرا منها للمواطن لحين الوصول إلى مرحلة إصلاح المنظومة أو تزويد العراق بالكهرباء ويعادت ربطه مع دول أخرى غير إيران لكن الحكومة غير جادة بهذا الإطار فالحكومة أيضا تريد زيانة معاناة الشعب العراقي لأنهم أصلا وجودهم هو مشارعنة التدمير في العراق ولتنفيذ عملية التدمير المتبقية في العراق وهم يسعون بهذا الإطار ومنها الخدمات لذلك هي تعلم تماما أن بقائها مرتهم بتدمير مؤسسات الدولة ولذلك المواطن العراق الآن يرى أن الخدمات أصبحت حلم بعيد المنال بسبب هؤلاء الفاسدين الذين سرقوا المال العراقي وبالتالي وجودهم أصبح مقترم بزيارة معاناة العراقين وعدم توفر الخدمات أستاذ عبدالقادر لو ناقشنا تصريح لوزير النفط إحسان عبدالجبار حيث يقول أو برر عدم وجود مشاريع لاستثمار الغاز في العراق بأنها صناعة لا تدر واردات سريعة هذا التصريح أو هذه الخطوة ألا تخدم أجندة إيران وأيضا هو يحاول إبقاء العراق لكي يبقى رهينا لغاز إيران؟ وهذا هو الدفع الأساسي لهؤلاء الفاشلين هل أنه حراق الغاز من خلال تكرير النفط أو استخراجه بطريقة كبيرة في العراق الذي يخسر يوميا كثير من حرق الغاز وهو معلوم تماما هل هو هذا يتربح الشعب العراقي منه؟ وبالتالي من قال أن القضية تعتمد فقط على در الأموال للسلطة والأحزاب الفاسدة ما هو عملية إنتاج الغاز في العراق يهدف إلى سد احتياجات المواطن بالدرجة الأساس سد احتياجات الشعب لذلك هم غير جاددين بهذه القضية من أجل رهن الغاز الإيراني رهن الغاز لإيران وبالتالي تكون إيران هي صاحبة السطوة وإلا إيران اليوم عندما تأخذ مليارات الدولارات من العراق بحجة تصدير الغاز إلى العراق الذي هو أصلا غير موجود ومرتفع أسعاره والمواطن يدفع من ماله الخاص ولم يقدم مجانا يعني الحكومة تتعاقد وتدفع والمواطن أيضا يدفع مالا من أجل الحصول على الغاز وبالتالي هناك عبء كبير هل هو هذا الذي يتربح من الشعب العراقي من خلال عدم وجود شركات أو وجود مؤسسات وطنية خاضة للعراقية التي تستخرج الغاز العراقي وتعطيه للشعب بأسعار المفروض رمزية وكذلك تزود محطات الكهرباء وكل احتياجات الشعب لذلكهم لا يفهمون بناء الدولة لأن بناء الدولة تقتضي أولا على تلبية احتياجات الشعب ثم التفكير الثاني هو المردودات المالية للسلطة لأن العراق بلد نفطي ولديه مشتقات وأيضا لديه خزين ستراتيجي من الغاز لكن هؤلاء حقيقة يريدون رهن كل شيء لإيران على حساب مصالح الشعب العراقي سيد عبد القادر موضوع عدم تأمين الوقود لأصحاب المولدات الأهلية يشكل مزيدا من التضييق على المواطن العراقي البسيط ولكن لمصلحة من هذه الإجراءات التعسفية هذه الإجراءات المتعمدة التي تتخذها الحكومة باتجاه عدم تزويد المشتقات النفطية لأصحاب المولدات والعراق يمترخزين ستراتيجي وهو يستخرج هذه المواد ولديه معامل تكرير وتصنيع هو بالتأكيد لصالح الأحزاب الفاسدة التي تستولي على بعض المولدات أو على أغلب المولدات وحتى المولدات التي هي خارج يطار الأحزاب يمتلكها بعض الأهالي وهم نسبة قليلة تبتزهم بدفع الأموال لهم هذا على المستوى المحلي أما على المستوى الأساسي فهو تريد حقيقة إبقاء أن العراق عاجز عن تلبية الكهرباء لا بمولدات أهلية ولا بأي مشروع آخر إلا من خلال الكهرباء الإيرانية من أجل أن تكون هناك مصالح في تزديد لإيران أموال وكذلك بقاء الكهرباء مرتهنة بالنظام الإيراني لكن الشعب العراقي له كلمة بهذا الإطار وهو يعي هذه المؤامرة التي تتعمد الحكومة فيها من عدم تزويد المشتقات النفطية لأصحاب المولدات الأهلية وأظن القضية ستتجه باتجاه حقيقة حتى مقاطعة جميع البضائع الإيرانية بهذا الإطار والشعب العراقي حقيقة يعي خطورة ذلك تماما أستاذ عبد القادر في هذا الإطار لماذا لا تتوجه الحكومة إلى الدول العربية وتتخطى هذا الابتزاز الإيراني ما سبب في ذلك؟ أولا لألا لا تمتلك السيادة فهي حكومة مرتزقة مرتهنة بإرادات خارجية ومعلوم تماما أن العملية السياسية تهمن عليها إيران بالكامل وهؤلاء صنيعت إيران ولذلك حتى حكومة الكاظمي عندما افتعلت أزمة الكهرباء بالتوافق والتواطع مع إيران لتحقيق غايات سياسية دنيئة على حساب مصالح الشعب العراقي هؤلاء يريدون أن يسجلون مواقف لإيران من أجل أن يبقون في مناصبهم أو يتم استحداث مناصب جديدة لهم إذا تم تغييرهم لذلك الكل يطمح في رضا إيران فعندما لا تكون هناك حكومة مستقلة تهدف إلى سيادة العراق وترتهن بالحضن الأجنبي فهي بالتأكيد لن تبحث عن المصالح العراقية وبالتالي تبحث عن المصالح الأجنبية أو مصالح الدول التي جاءت بها فعلى هذا الأساس فقدان القرار العراقي السيادي هو الذي لا يجعل العراقيين يتخذون أو لا تجعل السلطات الحكومية تتخذ قرارا حقيقيا في الربط الكهربائي وإلا أن منظومة الربط الكهربائي جاهزة مع الدول العربية ومبنية منذ قبل الاحتلال وهي لا تحتاج إلا إلى جهد بسيط وبالتالي يمكن إعادته وإعادة الكهربائي إلى العراق وتقليل كثير من الخسائر المالية بنسب كبيرة وليست بنسب بسيطة عبر سكايك الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل شكرا جزيلا لكم